إصابات جديدة تسجلها الطواقم الطبية في قطاع غزة لمتحور أوميكرون وسط مخاوف كبيرة من الدخول في موجة عنيفة يصعب السيطرة عليها في ظل استمرار إسرائيل منع إدخال الأجهزة الصحية والتنفسية ومحطات الأكسجين للقطاع يعني بعد تأكد دخول متحور أوميكرون إلى قطاع غزة وتسخيص عدة حالات من هذا المتحور في قطاع غزة هذا يؤكد أن المتحور بالفعل موجود ويتفشى داخل قطاع غزة وهو يؤكد دخول قطاع غزة في الموجة الرابعة من هذا الوباء صحيح لا زالت معدلات الارتفاع في عدد الحالات بطيئة وقليلة لكن نخشى في الأيام والأسبوع القادمة أن ينتشر ويشهد القطاع عدم التزام في إجراءات السلامة والوقاية من قبل المواطنين وعزوف الكثيرين منهم عن تلقي اللقاح وهو ما دفع مختصين للتحذير من خطورة التراخي والإهمال خلال الفترة المقبلة نهيب بأبناء شعبنا بضرورة أخذ إجراءات الوقاية والسلامة من لبس الكمامة والتباعد الجسدي بالإضافة لأخذ المطعيم اليوم في قطاع غزة وصلت نسبة لأخذ الأخوان المخدرين المطعيم ليس أكثر من نصف مليون وهذا لم يصل للمناعة المجتمعية المطلوبة أثرت جائحة كورونا على كل مناح الحياة في القطاع وأنهكت الطواقم الطبية التي ما زالت تتعامل إلى يومنا هذا محالات في غرف العناية المركزة والخشية تبقى قائمة من انشغال الأسرة بشكل كامل لا يحتمل قطاع غزة الذي يشهد كثافة سكانية متسارعة أي أحداث جديدة تزيد من معاناته فالحصار حد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل السليم وزادت الجائحة من حجم الوجع عليه محمد دور الغد غزة فلسطين